في بيت أقل من أن يوصف بالبساطة تجتمع أسرة حامد بعد غياب زاد على شهرين لم ترى هذه العيون سوى كدمات نشرت عبر مقطع فيديو تركت آثارها على جسد ولدهم الذي ما كان له أن يعود إلا بثورة إنسانية حركت ساكن الدولة أنا جاء بعموي هناك قريبا ساعة بثلاثة ظهر حمد أو محمد وجهاني للعملة ذاتها فليتموا البحث عن لقمة العيش لم تفلحا في طمس هوية الحدث الذي توجه إلى ساحة التظاهر للبحث عن حقوق والده الشهيد فضلا عن العمل وكسب الرزق أبو راح بألفين وخمسة راح كان يشتغل وراح بكارول الرمادي راح وبعد ما إجاء قالوا يا أبا متفون هناك بالرمادي هم مش كادر كيات اثنين يدورونه وين بالقبر ينقلونه كرم التمسه حامد وأسرته من دور الحكومة العراقية بالتعامل مع قضيته بينما يرى الرأي العام أن ما حصل كان واجبا على الدولة فيما بقيت حقوق حامد حتى الآن وعودا فقد أكدت قبضة العدالة ضمانها له وأنا أطلب من سيارة رجل وزراء المتابعة بقضية حامد سعيد عبد يتابع الموضوع مالي أطلب بالتعويض المالي منذ اللحظة الأولى مثلت قضية حامد نقطة تحول في ملف حقوق الإنسان المنهار في العراق القضية التي فضحت مرتكبيها للضحية كانت بمثابة جرس إنذار للحكومة للمضي ببناء دولة الإنسان تحفظ به الكرامة وتصان به الحريات من بغداد زينب المشاط يو تي في